الخبر عندنا القاهرة شهدت استضافة الحوار السوداني السوداني اختتم أعماله اليوم بمؤتمر صحفي وإعلان وثيقة التوافق السياسي والوثيقة الحاكمة للفترة الانتقالية وقد كل المشاركين قدموا الشكر لمصر والقيادة السياسية على استضافة هذا الحوار هذا الحوار شارك فيه 85 شخصية يمثلون 35 حزبا وحركة تمثل طيف عريض من القوى السياسية والمجتمعية وقوى النظام المسلح في السودان عقد الاجتماعات من 2 ل7 فبراير وثيقة التوافق السياسي والوثيقة الحاكمة كان بها سبع محاور أو سبعة محاور رئيسية حول إدارة المرحلة المقبلة انتهى الحوار أيضا لتشكيل تنصيقية القوى الوطنية الديمقراطية كجسم جامع لكل الكتل والمكونات والشخصيات المشاركة أيضا تم الاتفاق على إجراء انتخابات حرة نزيهة في فترة أقصاها عامين من تاريخ تعيين رئيس الوزراء وتكون هناك مفوضية مستقلة للانتخابات تقوم بكافة المهام التنفيذية اعتمد الحوار الوثيقة الدستورية الموقعة في 2019 والمعدلة في 2020 بعد بعض التعديلات التي تتوافق مع مقتضيات المرحلة لتحكم ما تبقى من الفترة الانتقالية الوثيقة فيها كلام عن أجهزة الحكم وتعديلات في السلطة التنفيذية وتقدمها القوى السياسية عشان يكون فيها تناصخ ما بين المكون العسكري والمكون المدني السلام والمصالحة الالتزام بتنفيذ اتفاق سلامجوبة الترتيبات العسكرية والأمنية والإصراع في هذه الترتيبات في خطة إصلاح أمني وعسكري تقود إلى جيش وطني واحد وما يتطلبه ذلك من دمج قوى الدعم السريع وقوات حركات الكفاح المسلح طبعا العدالة والإصلاح المؤسسي محاسبة المسؤولين سياسيا وقانونيا وفق القوانين السائدة وإنشاء مفوضية للشباب تهتم بقضاياهم إذن وثيقة انتهاء الحوار السياسي ووثيقة للتوافق السياسي وحاكمة للفترة الانتقالية المتبقية نتمنى كل توفيق لأهلين في السودان المراحل الانتقالية دائما صعبة تحتاج توافق تحتاج تنازلات من كل الأطراف لكن مرينا كلنا بهذه المراحل نتمنى للسودان التوفيق والعودة مرة أخرى لمصار مصالحة شامل